السلام عليكم أستاذ وسام أتمنى أنك تكون بصحة وافية هذه هي شهادتي في كورس الـ Price Action والتحليل الموجي برغم أنك أنت صدقاً حقيقةً مش محتاج لهذه الشهادة أبداً ولا 1% تقربتي الشخصية خلال التعلم شفت فيه شقين من الأشخاص أو من الكورسات الشق الأول يعلمك يقول لك هذه استراتيجية يمشي عليها سواء كانت استراتيجيات نماذج دبل توب الدبل بوتوم الرأس والكتفين إلى آخر لماذا الصفقة نكحت أنت ما تعرف؟ لماذا الصفقة فشلت أنت ما تعرف والشق الآخر من الكورسات حصلت أني دخلني في عمق السوق ويشرح لي كثير مفاهيم صعبة ومعقدة أنا مش موظفي بينكم ما أحتاج هذه الأمور فالشيء اللي يميز كورس الـ price action والتحليل الموج هذا الباكيج إن السهل الممتنى بالمعنى الحرفي لكلمة السهل الممتنى تفهم ليش السعر يتحرك وتفهم متى تدخل بالضبط في أفضل مكان قبل أن يطير السعر وتفهم عمق السوق بدون أي تعقيدات فيجمع لك السهولة والبساطة والعمق في خلطة يعني أنا أقول إنها خلطة سحرية شكرا لكم أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في تحليل جديد وفي تحليل جديد من قناتكم قناة المعب اليوم سنقوم بتحليل عملة رقمية يعني عندما تكتمل بنيتها قد تنفجر في أي لحظة لكن قبل البدء بتحليل هذه العملة أولا أدعوكم لإشتراك في قناة التليجرام المجانية هذا هو رابطها اضغطوا عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة لا تكتبوا الاسم ولا الصورة هناك نصابين كالنمل كل يوم يظهرون ينتحلون شخصيتي كونوا حذرين أنا لا أتواصل مع أحد ولا أرسل لك رسائل لا على التليجرام ولا على التيك توك ولا على الانستغرام ولا على اليوتيوب كونوا حذرين أنتم من يتواصلوا معنا انطلاقا من الرابط الذي ستجنه في تعليقات هذا الفيديو أول رابط إذا أردتم شرك في دورتنا فكونوا حذرين النصابين كالنمل كونوا حذرين إذا تضغط على هذا الرابط من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة بعد الضغط على هذا الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي نشارك معكم فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية يوميا وللسنوات ونحن نشارك معكم أرباح شهادات صوت وصورة لنثبت لكم قوة دوراتنا التدريبية ونخرجكم من الخمسة وتسعين بالمع الخاشرين لكي ندخلكم في الخمسة بالمع الربيح لذلك وفرنا لكم هذا العرض القوي الذي يعتبر من أفضل العروض التي يمكنكم الاشتراك فيها إذا أردتم احتراف علم المنطقة في التداول في هذا العرض هناك دورتين دورة التحليل الموجي ودورة الـ 34 فيديو مسجل 25 ساعة من الأسرار لاحتراف أي سوق به المتداولين هذه الفيديوهات تعطيك 30% فقط مما تحتاج لكي تحترف علم المنطقة في التداول يعني الفيديوهات لوحدها لن تفيدك إذا لم تشترك في قناة التحليلات اليومية لأن قناة التحليلات اليومية موجودة ضمن هذا العرض وتحصل على ثلاثة أشهر اشتراك فيها هذا هو العرض هو المفتاح الوحيد للدخول إلى قناة التحليلات اليومية لا يمكنك أو الباب الوحيد لا يمكنك الدخول إلى قناة التحليلات اليومية لم تكن مشترك في العرض وتحصل على ثلاثة أشهر اشترك فيها مجانا إذا استغليت هذا العرض وفي هذه القناة نحلل يوميا من الاتنين للجمعة كل الأسواق فوريكس كريبت وأسهم والأولية ترى بأم عينك من توقعه يتحقق بنسبة 90% وربما حتى أكثر بها أسرار غير موجودة في الفيديوهات بها مفاتيح تجعلك تفهم الفيديوهات وهي التي توفر لك 70% الباقية إدارة تحت رفع المنطق وكإضافة تحصل على ثلاثة أشهر اشتراك في مجموعة النقاشات بأخير المتداولي لدي يجاوبونك لأسئلتك شاركونا معك تحليلاتهم وصفقاتهم وهكذا تجد نفسك منضم إلى عائلة تساعدك تأخذ بيدك إلى أن تحترف بإذن الله كل هذا فقط بـ 197 دولار أقل بعشرة أضعاف من السعر الحقيقي المعنى تتعلم تطبق وتحقق الأرباح في نفس الوقت إن كنت جادا في التعلم رابط الاشتراك متبت في تعليقات هذا الفيديو أول رابط وفي صندوق الوصل لهذا الفيديو كذلك أول رابط تضغط عليه تتواصل معي مباشرة على الخاصة الذي يجاوبك وتبدأ لحدك نحو الخمسة من الرابحين وتبتعد عن الخمسة وتسعين بالمئة الخاسرين لا تنسوا كذلك ذهب للموقع بـ برو ويف تريدر دوت كوم برو ويف تريدر دوت كوم في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قراءتها وكتوب يمكنكم تحملها مثل دليل أساسي للشموع وليه بني المتدين فقط تضغط عليه بالآن مجرد عملك الخاص وتصلك الكتب وليه ملك الخاص عملة اليوم هي عملة مانا ولكن قبل البدء أولا تحذير التدول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو ذهب مغزى تعليمي وتثقيفي 100% لا نعطي لنص إحمالية ولا استثمارية ولا توصية إذا ضغط على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول مسؤولية تهم عن قراراتك كل ما نطلبه منك هو أن تراقب تقارن تشاهد إذا تجبتك الطريقة يمكنك الإنظمة من العردين وإلى دورتك طيب مانا ماذا لدينا في عملة مانا اليوم طيب إذا نظرنا إلى عملة مانا كلنا قد توقعنا لها صعودا إذا ذكرتم والحمد لله تحقق ربعا جيدا قويا ولكن هدفنا ليس فقط هذا الربح هدفنا مستوى الخمسة دولار واحد وتسعين سنة على أضعف تقدير يعني عادة اختبار هذا القيمة لكن لماذا طيب راح توا معي مانا بها موجة دفعة تصحيح ثم موجة دفعة هنا توقف البيك بوي عن الشراء عمل اختراق كاذب ثم عاد قلتازم أن هنا هدف الحرب بين المشترين والبيعين وهذه كله اختراقات كاذبة ممتاز بدلك عاد السعر ونزل هذا يعتبر ديسكاونت أو تخفيض ديسكاونت تخفيض لأنه هدف البيك بوي الذي عمل هذا النطاق هدف الحرب بين المشترين والبيعين هدف البيك بوي الذي يحضر هنا يعني بالنسبة له الشراء لم يعود مجديا في هدف السعر سيبدأ يخسر لأنه لن يجد لي من يبيع في هدف المنطقة طيب إذا المجسبة له سينتظر إلى أن يكون هناك تخفيض ثم بعدها سيصعد السعر مرة أخرى نحن ندوره هو أن نعرف ما تنتهى هذا التخفيض لكي نبحث عن الشراء مرة أخرى طيب إذا ركزنا في هذا التخفيض سنجد أنه أولا لدينا ربما هذا النموذج ثم هذا التصحيح نزل السعر إذا موجد دافعة تصحيح موجد دافعة أعطانا هذا الحركات ثم ربما أعطانا هذا التصحيح ثم أعطانا هذا الحركات إذا كانت هذه الحركة مع هذه الحركة تقفيل يعني هذا النفلات إذن انتهت بنياة مانا في هذا المنطقة بعد هذا القاع لأنه تم كسر القاع لنرى هل تم كسر القاع أو لا لأنه إذا لم يتم كسر القاع سيكون هناك اختلف نعم تم كسر القاع كما تلاحظ إذن كبنيا كبنياة مانا هنا انتهت بنياة مانا وهنا كان ذلك التحضير حصل ذلك التحضير ساعة السعر أعطانا موجد دافعة تصحيح موجود. دفعاته معاد ونحن يعني استغليناه من هذه المنطقة منطقة تمركز الاموال وطار. وهو الان ربما عاد. اذا كان هذا راني كبير. لاحظوا معي. لانه عندي راني صغير هنا. ثم نزل سالة بقوة. اذا كان هذا النزول مع هذا النزول هو الراني. سنجد صعودا قويا. وبعد كسر هذا القيمة يجي بالحضر. لانه اذا لم يكون هذا هو النموذج. قد يكون هذا هو النموذج. للنزول. مرة اخيرة قبل الصعود. اذا عملت المعنى بنسبة لي انا مرشحة للصعود فقط لمشكلة هو التوقيت. التوقيت. ونحن استغليناها في افضل وقت ممكن. هدفنا القيمة لكن هناك احتيمال هناك احتيمال كبير انه يكون هذا هو النموذج. اما هذا راني وحتى يسعد ثم يعطيك ويعود. لذلك يجب ان يكون حذر. اه نحن الان وضعين واقف خسارتنا على منطقة الدخول مؤمنين صفقة. ولا انتظر توقف. الان اذا اردتو البحث عن الصعود. ما الذي يمكننا القيام به? كما قلنا اذا كان هذا هو الراني. اولا لنرى هل هو نفسه الطول? اذا ساخذ عتيجي من موجهة كده. ويعني هنا نفس الطول ونحن الان في تحضير اذا لاحظتم. نحن الان في حرب بين بين مشترم البيعين. هذه حرب بين مشترم البيعين. لاحظوا. حرب بين مشترم البيعين كما تلاحظون. اوكي? طيب. اه اذا الان هذا حرب يجب ان نعرف من الذي سيفوز. اذا هذا هو نطاقي. هذا هو التحضير. هناك تحضير الان. في عمرات من لاحظه هناك تحضير مع اختراقات كاذبة. لاحظوا الاختراقات الكاذبة. اذا نحن في هذه المنطقة قد يعود. ثم يرجع. ثم يصعد. اذا كان هذا لموذج. اذا اذا اردت البحث عني الصعود الان. باستعمال اكشن احتاجوا الى كسر هذا النطاق للقمة. يعني تغلب المشترين. باستعمال تحليل موجي. احتاجوا الى اه اولا ربما صعود قوي. ثم تصحيح. هكذا فوق فوق هاتي المنطقة هنا. لكي يبحث عن الصعود واقول اه اوكي هذا هو النموذج. رانين فلات للصعود. لانه ممكن كذلك يعني نحصل على النزول. ثم رانين هكذا. هكذا. ثم ينزل تنزل عملات مانا من هنا لكسر القاع. او تنزل لكسر هذا القاع. ثم تعود. لذلك عملات مانا الال في منطقة سيئة خصوصا. خصوصا. انه عن هذا الحركة القوية. عندي موجة دافعة. وعندي حركة قوية. هو حركة قوية. ولاحظوا نحن في وسط هذا الخربطة الموجودة هنا. يعني لذلك يجب انه بتعيد عن هذا الخربطة. اذا اذا اردتوا استعمال اه هذا هو نطاقي. يحتاجوا ان يتم كسره بقوة قبل قبل يعني يحتاج ان يتغلب المشترون اولا. ولكن ولكن بعد كسر القاع ما يجب الحذر. لانه ستكون بنيت هذه الموجة قد اكتملت وان تو تري وقد يعود. طيب. اذا كان هذا ورن ما هي الاشارة التي ستؤكد لي الصعود. اذا كان هذا ورن سيكون هناك زيادة في الزخم من هذا الموجة هو الموجة الصعيدة. اذا بالنسبة لي انا كمبتدي انت اذا كنت مبتدي افضل منطقة لتداولي. معنا بالنسبة لي انا هي كالتالي سوري كالمنطقة. هذه الموجة الدفعة صح? لون. اذا كان هذا هو الرن ساقول اوكي تجاوز لي سعر الصفر تسعين سنت. يعني اذا استطعت ان تصعد بقوة وتصل الى الواحد دولار سيكون هناك زيادة في الزخم. بين ماذا وماذا بين هذه الموجة? وهذه الموجة الصعيدة. ممتاز. اذا هذا يقول لي ان المشترين بدأوا يظهرون في السوق مرة الاخرى. ولكن اثبت لانهم ان البائعين ماتوا. صحيح لي هنا وابقى في التلت الاخير. تصحيح بسرية على فرم الساعة والاربع ساعة. وحينها هذه افضل منطقة واخر منطقة يمكن استغلالها قبل ان تطير عملت بانا. صعودا يعني. صعودا. طيب. سيناريو الهبوط. سيناريو الهبوط هناك عدة سيناريو هذا. السيناريو الاول. اول السيناريو الاول. السيناريو الاول. السيناريو الاول وان يكون هذا فقط تصحيح. وتعود معنا لكسر القاعب. وبعد ذلك نحصل على تقفيليات الموجة هنا هكذا. وبعد ذلك هذا هو السيناريو الهبوطي. من هنا. يمكن البحث عن الهبوط لاخذ هذه الموجة الدافعة. هكذا. وبعد كسر القاعب يجب تحول وقت الخسر إلى break even. والهدف اين سيكون? ألقى ألقى هنا وبعدها نبحث عن ذلك الصعود الاستثماري نبحث عن ذلك الصعود الاستثماري وسنقول أن هذا هو ذلك النموذج رانين للهبوط الأخير قبل الصعود الهبوط لأن الموجود في الأساسية هي صعيدة إذن حتى لو نزل سيكون تلاعب في قتل الصعود إذن هناك سيناريو هبوطي هو هذا هذا هو السيناريو الأقرب في المدة هناك سيناريو آخر بعيد ما هو هذا السيناريو الآخر البعيد أنه يسعد السعر يكسر القمة ثم بعد ذلك يعطينا موجود دافعة ثم تصحيح يكسر آخر جدار اللي هو الجدار اللي راح يسعد وحينها كذلك نبحث عن الهبوط إذن لدينا السيناريو هين لكن لحد الساعة ليس هناك سيناريو للبيع نحتاج أن يكتمل السيناريو هناك فقط تحضير حرب بين المشترين والبيعين إذن هذه العملة الآن هي في مرحلة حرب بين المشترين والبيعين نحن الآن break even break even يعني نحن الآن في منطقة الدخول وقف خسارتنا في منطقة الدخول وقف خسارتنا في منطقة الدخول يأما يكون هناك كسر قوي نبحث عن السعود لكسر هذه القمة ثم break even أو يأما سينزل ثم يسعد يعطينا هذا الراني ونبحث عن النزول من هنا مع كسر القع break even وهدفنا القاع. وبعد ذلك نبحث عن ذلك الصعود الاستثمار. اذا بالنسبة لي مانا هي للصعود لكن فقط المشكلة في التوقيت. نحن نجسي قمنا نجسينا بضمارنا الان يعني منذ مدة ولا ننتظر. واذا وتيح حتى فرصة للبيع سنبحث عن البيع. من هنا وسنخرج من الشراء. وبعد كسر ال القاع سنحرك وقف خطر الى بريكيفن. نازل سناخد ارباحنا هنا. ساعد وعطى اشارة للشراء سنخرج من البيع وسنبحث عن الشراء. الى كسر هذه القمة بريكيفن ونتركه. وهدفنا هو هذه القمة. اذا الان نحن عندما اشترينا هدفنا هو هذه القمة. هل نحن متأكدون انه سيساعد لا. لان هناك عدة سنانوات في هذه منطقة البنية غير مكتملة. ليست غير مكتملة. هي مكتملة ولكن فيها بعض الشك. لذلك نحن دائما عندما يكون لدينا شك نضع بريكيفن عندما تتحضن فرصة بطريقة علمية. بطريقة علمية. وهذه هي قيمة التحديل الموجود بريس اكشن. اذا كان هذا هو تحليلي. لعملات بانا. التي قد ترفز بعد اكتبه لبنيتها. راقبوها. لا تنسوا. اذا اردتم احترافاتي الطريقة اضاء والعرض المناسب. رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو هو الرابط. وفي صندوق الوصف في هذا الفيديو كدريك هو الرابط. اضغط عليه. سوصل معي بشرة الخاسرة الذي يجاوبك. واتف ذلك حياتك رحمة الخمسة والرابط بحيل. واتف تعيدها الخمسة وتستعمل بالخسرين. لا تنسوا. انا دفنا وتعلمكم ان العلم. لا تنسوا. اشتركوا في القناة.